حول الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك معنا لواء جمال يعني يبدو أن ملف كوريا الشمالية والتوترات الأخيرة لا تتجه إلى حل في المدى المنظور ودائما نفاجأ بردات فعل وإذا ما صح التعبير أعمال تهورية لزعيم كوريا الشمالية بين الحين والآخر يطلق صواريخ وتهدد أمن جميع دول جوار كوريا الشمالية من منظورك وتحليلاتك للموضوع إلى أين تتجه الأمور حاليا في ملف كوريا الشمالية والتوترات مع واشنطن أنا أتفق مع حضرتك في التقديم اللي حضرتك ذكرته إن كوريا الشمالية فعلا متهورة وأنا قلت قبل كده أن هي الحقيقة يعني مجازفة كبيرة منها هذه السلوك اللي بتسلكه في الوقت الحاضر كوريا الشمالية الحقيقة خلال ثلاث أسابيع أجرت ثلاث تجارب إطلاق صواريخ بعيدة المدى يمكن الساروخ اللي أطلق بالأمس هو ساروخ قادر على حمل رؤوس نووية ويصل إلى داخل الأراضي الأمريكية فعلا كوريا بتحاول التصعيد بقدر الإمكان وأنا بتصور إن الولايات المتحدة الأمريكية يعني مش بتصعد من جانبها هي بتحاول قادر الإمكان حل هذه الأمور ولو إن طبعا غير المعتاد بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية إن هي تحل الأمور بهذه الطريقة بالأمس لما بعد إطلاق الصواريخ طبعا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن وزي ما جي في التقديم الحقيقة الكل أدان ومن الأمس الحقيقة منذ إطلاق الساروخ وكل الدول الحقيقة خاصة روسيا والصين أدانوا هذا السلوك أجمعوا على الإدانة دعني لواء جمال أتوقف عند هذه النقطة يعني ما شهدناه اليوم من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بغض النظر عن العقوبات الاقتصادية التي أنت تعرف أنها تحتاج إلى وقت طويل لتؤتي ثمارها لم نشهد سوى إدانات هل هذه يعني خطوة أولى أم أننا سنشاهد أو يعني نلاحظ أي تقدم أو تصعيد من جهة مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه كوريا الشمالية في الأيام القادمة يعني هو مجلس الأمن الحقيقة أيد يعني أدان هذه الأمور وطبعا حيعقب هذا عقوبات إقصادية أكتر وإحنا عارفين أن في عقوبات إقصادية موقعة على كوريا الشمالية لدرجة أن الصين اللي هي يعني أغلب صادرات كوريا الشمالية يمكن بنسبة 85% بتتم مع الصين الأول الشهر الحقيقة الصين أوقفت التعامل والتبادل التجاري مع كوريا الشمالية أنا بتصور القيود الإقصادية المفروضة على كوريا الشمالية في الوقت الحاضر خاصة سواء كان من الصين أو من روسيا أو من دول الجوار كلهم ومن كوريا الجنوبية ذات نفسها اللي هي بتقدم مساعدات لكوريا الشمالية فأجد ربما أن العقوبات الإقصادية قد تؤتي سمارها قريبا زي التجارب اللي حصلت مع إيران في الفترة السابقة قبل توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة 5 زائد 1 أنا بتصور العقوبات الإقصادية أكيد حكون مؤسرة بالنسبة لكوريا الشمالية خاصة من إن إقصادها ضعيف في الأساس وإنفاق الدفاعي إنفاق كبير الحقيقة يعني لدرجة إن الجيش الكوري بيعتبر رابع جيش على مستوى العالم فلا أنا أتخيل إن انفاق العسكري على هذا الجيش بهذا العدد اللي يفوق المليون مقاتل ونسبة القوات المسلحة بالنسبة الإجمالية تعداد السكان بتصل إلى 4.5% وده نسبة من أعلى النسب على مستوى العالم كلها فأنا بتصور إن الدور الاقتصادي له دور كبير خلال الفترة القادمة مع الضغط السياسي اللي بيتم من كافة دول الجوار نعم طيب برأيك يعني خلال الفترة القادمة هل من الممكن أن نشهد أي حركة تهور فعلية تستهدف الولايات المتحدة أو مصالحها أو دول جوار كوريا الشمالية ما هي نتائج هذه الخطوة إذا ما أقدمت عليها بالفعل كوريا الشمالية بمزيد من التصعيد على العالم وعلى منطقتنا تحديدا يعني أنا من وجهة نظري الحقيقة إن التصعيد لن يكون سوى في تجارب الساروخية لأن طبعا إحنا لو نعرف إن فيه قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان بتقوي حوالي أربعين ألف وفي كوريا الجنوبية فيه أكتر من تلاتين ألف ما أعتقدش إن كوريا الشمالية زي ما هددت بكذيرة جوان اللي هي يعني في المحيط الهادي بالقرب من أراضي الولايات المتحدة أو في الطريق إلى الولايات المتحدة تبعت حوالي أربعة تلاف كيلو عن الأراضي الكورية الشمالية أنا أستبعد إن هي تتهور في قصف أي من هذه الأهداف إنما هو التصعيد اللي هي بتعمله سواء كان بالتجارب النووية أو سواء كانت التجارب بإطلاق السواريخ هي أقصى ما تستطيع أن تفعله ما الذي ترقل هذه الخطوة؟ المقارمات العسكرية والله أنا دعني أقول لحضرتك هي وسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأن هي بتخشى من تخليها عن الخيار النووي إنها تتعرض لتهديدات أو قصف من الولايات المتحدة الأمريكية فهي عايزة حل سياسي تضمن فيه إن هي لا يتم الاعتداء عليها لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر كوريا الشمالية لو نفتكر كلنا منذ عام 2001 لما قالت إن فيه ثلاث دول هم محور الشر اللي هو كانت العراق وإيران وكوريا الشمالية فأنا ما تصورش إن كوريا الشمالية تصعد أكتر من هذا لأن هذا لن يكون في صالحها وده تهور منها إن هي تحاول تصعد مع الولايات المتحدة الأمريكية إنما الولايات المتحدة الأمريكية عايزة أقول برضو إن هي ليست مستعدة للدخول في حرب تهديد السلم والأمن الدولي في الوقت الحاضر خاصة إن يعني المناطق التوتر في منطقة الشرق الأوسط كتير الحقيقة وليست في حاجة إلى توطرات أخرى على مستوى العالم أنا أعتقد إن كوريا الشمالية أكيد ستنصع ولو إن هي بتحاول أفهم من حديثك أن كل الضغط سيكون على الملف الاقتصادي لخنق كوريا الشمالية أكثر والضغط عليها أكثر ملف الاقتصادي؟ الضغط السياسي والاقتصادي الحقيقة سيبقى أكتر من هذا وعقوبات طبعا وعقوبات إقتصادية إحنا عارفين دي ممكن تخنق الشعب وهو أكيد اقتصاده تعبان في الأساس فبالتالي دي ضغط ممكن تأثر على القرار السياسي داخل كوريا الشمالية مع الضغط اللي متعرض عليها من الصين وروسيا اللي هم أقرب الحلفاء لها في المنطقة أشكرك جزيلا الشكر اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة اشتركوا في القناة